الصوت اليمني الرافض للاحتلال العسكري من قبل نظام أبوظبي ارتفع أكثر وأكثر ويشهد توسعاً من الأوساط الشعبية إلى الأطر السياسية في ظل استمرار احتلال الإمارات للجزيرة وعدم استجابتها لجهود الوساطة بمغادرة قواتها العسكرية أرخبيل سقطرة الأحزاب السياسية المساندة للشرعية باستثناء الناصر والاشتراكي أعلنت دعمها بشكل واضح لمواقف الحكومة الشرعية وذكر البيان مخاطر احتلال الإمارات لميناء ومطار سقطرة وما أسماها بإقلاق السكينة العامة في الجزيرة وبحسب متابعين فإن التحول اللافت في موقف الأحزاب السياسية يمثل نقلة سياسية نوعية في موقف الأحزاب من مسلك الإمارات إحدى دول التحالف وهذا يعني مغادرة الكيانات السياسية مربع الصمت والمداهنة التي انتهجتها منذ ما عرف بعاصفة الحزم جدل البيانات هو السائد العام في اللحظة اليمنية الراهنة المتعلقة بملفس قطرة منذ البيان الأول للحكومة الذي كان بمثابة نقل الصراع مع أبو ظبي من تحت الطاولة إلى فوقها والتبيين للشعب بالمسلك الإماراتي في الجزيرة التي تمثل عمقاً حيوياً للجمهورية اليمنية بيان الخارجية الإماراتية كان رداً على البيان الحكومي وكعادة الخطاب الإماراتي لا يخلو من الاستهجان والاستعلاء وتغليف الأمر بالاستوانة المشروخة وفزاعة الإخوان اللافتة ذاتها التي رفعتها ميليشيا الحوثي لاجتياح البلاد صلابة الحكومة واستمرارها في أداء عملها من سقطرة نال إعجاب قطاعات شعبية واسعة وخلق التفافاً وطنياً واسعاً حول موقفها وساهم في ردم جزء من الفجوات بين الحكومة وبين الجماهير وخصوصاً بعد أن وضعت الشرعية كل بيضها في سلة التحالف الرأي العام الدولي هو الآخر بدأ بكشف المخطط الإماراتي في جزيرة سقطرة فبعد أن أفردت صحيفة الانديبندنت ملفاً متكاملاً جاء موقف السفير الأمريكي الأسبق في اليمن جيرالد فيرستاين والذي غرد قائلاً الاحتلال الإمارات لجزيرة سقطرة مثير للجتل لأنه لا أحد يفهم أسبابه لا يوجد حوثيون أو قاعدة في سقطرة القرار الأممي 2216 يحمي سيادة اليمن ووحدة أراضيه وهذا ينطبق على الإمارات أيضاً